أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام كما عودناكم إذن أخبار جديدة ومستجدات وطنية وكذلك دولية البداية ستكون بالأخبار الوطنية طبعا وأبرز مجأة في الصحف المحلية إذن البداية ستكون من جريدة النهار التي تناولت موضوعا مهم وهو بالنسبة للحج أو لا حجة كما قالت للبالغين أكثر من سن 65 السنة وطبعا تحدثت أيضا عن ضرورة كالعادة وجود فحص مخبري سلبي البيسير لفيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل موعد انطلاق الرحلة وغدا إذن آخر أجل لضبط القائمة النيائية للفائزين في الحج أين وضعت وزارة الداخلية وجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التدبير والترتيبات اللازمة ولا خير لعملية الحج لسيما ما تعلق بأعداد القائمة النهائية للمؤهلين لأداء فريضة الحج للموسم 2442 هجرية الموافق لـ 2022 ميلادي وهذا بعد توقف لسنتين متتاليتين بسبب الظروف الصحية التي مر بها العالم بفعل انتشار وباء كورونا وقد وجهت مراسلة بتاريخ الفاتحي من شهر مايو 2022 إلى جميع ولاة الجمهورية عبر ولاية الوطن المتضمنة تنظيم عملية الحج لهذا الموسم حيث اشترطت التعليم الفئة العمرية اللا تتجاوز السن 65 عاما ابتداء من تاريخ 30 أجوان 2022 ننتقل إلى موضوع آخر أيضا تناولت الصحيفة الأجواء أو أجواء الحزن الذي خيمت على مدينتي وهران وخيم على مدينتي وهران وسيد بالعباس وباقي المناطق وطن كله يرثي ويبكي الكوميدي الراحل محمد حزيم والفنان الفكاهي إذن محازيم محمد في ذمة الله بعدما انتقل صبيحة أمس إلى جوار ربه ابن مدينة سيد بالعباس على عمر ينهي السبعين السنة بعد معاناة مع المرض لشهور طويلة حيث توفي الراحل في المستشفى العسكري الجهوي بهران إثرى إصابته بقصور كلوي طبعا الفنان حزيم رحمه الله يعد من أبرز الفنانين أو الوجوه الفكاهية في الجزائر كان قبل شهر رمضان قد أجرى عملية جراحية على مستوى القلب في المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة وخيم الحزن على مدينة سيد بالعباس ووهران ومناطق الجزائر قاطبة في عقاب انتشار خبر وفاة الفنان القدير وهذا بعد أيام من رواج إشاعة وفاته التي زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي وكانت زوجته قد أكدت حينها بأن حزيم حي يرزقه هو الذي تم نقله إلى مستشفى وهران العسكري بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أمر بنقل الفقيد للعلاج في الخارج في استجابة سريعة لزوجته التي كانت قد وجهت نداء للسلطات العليا في البلاد من أجل نقل زوجها للعلاج بعد تدهور حالته الصحية لكن الموت خطفه قبل ذلك ويذكر أن الراحل يعد من أبرز الفنانين بعدما كانت لديها أعمال برفقة فرقة بلا حدود التي اشتهرت خلال عشرية السوداء بتمثيليات الفكاهية وكذا عدة أعمال منها النية والحيلة والزيميغري فرحم الله الفقيد وأسكرهم فسيح جناته جنانه طبعا إن الله وإن إليه راجعون تعزنا طبعا للعائلة الكريمة ننتقل من صحيفة النهار مشاهدين إلى المحور والمحور تحدثت عن موضوع حساس وشائك وهو لوبيات الأنسلين طبعا وجاء في مستهل هذا الخبر حملت المخبر الدنماركي إذن مسؤولية تتأخر مشروع انتاج الأنسلين في الجزائر طبعا تحميل مسؤولية جاء من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية وطبعا وزارة الصناعة الصيدلانية تتهم نوفو نورديسك بالتلاعب والضغط على مصالحها وردت وزارة الصناعة الصيدلانية على تشكيك نوفو نورديسك فيما ندد به الوزير لطفي بن باحمد بخصوص محاولة المخبر الدنماركي خلق أزمة الأنسلين في الجزائر معتبرة أن مصالحها وجهت إعذارا يتعلق بممارسات تم تسجيله في مساري تزويت السوق الجزائرية بهذا الدواء كما ذكر الطرف الجزائري نظيره الدنماركي أو ذكره بعدم الوفاء بالتزام داما 23 عاما ومتعلق بدرجة أولى بمرافقة عملية إنتاج الأنسلين في الجزائر بالشراكة مع مجمعين صيدان ونفت مصالح وزير البروفيسور لطفي بن باحمد أن يكون التنديد بالتصرفات التي بات يسلكها مخبر نوفو نورديسك طبعا في تزويد السوق الجزائرية بالأنسلين مجرد مزاعم والدعاءات لكون الأمر يقف على إحصاءات ومعاينة الالتزام بطلبات الطرف الجزائري من الطرف الدنماركيين وضف بيان وزارة الصناعة الصيدلانية أمس لهذا الشأن لا يمكن الاعتبار أو لا يمكن اعتبار المعلومات المرجعية لوزارة الصناعة الصيدلانية بالدعاءات خصوصا من طرف تم الإعلان عنه مقصرا على عدة أصعدة وضف المصدى الذات أنه تم توجيه إحذار رسمي تم تبلغه بتاريخ 31 جنف 2022 من طرف المتفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية على خلفية احتكار مادة الأنسلين ويمكنكم مشاهدين وطلعت هذا الموضوع أكثر في صحيفة المحور في صفحتها الثالثة ننتقل من صحيفة المحور مشاهدين إلى أخبار اليوم والحديث عن الجزائر التي ستتحول إلى مصدر لمشتقات النفطة وقد قال أو وادئت هذا بعدما قال رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل أن الجزائر ستكون قادرة على تصدير مشتقات النفطية بعد دخول مصفات حاسم سعود حيز الخدمة مؤكدا زيادة استهلاك الوقود بمختلف أنواعه بعد عودة النشاط إلى الفعل الاقتصادي مع استقرار الوضعية الوبائية وأوضح رشيد نديل لبرنامج ضيف الصباح للقناة الأولى بالإذاعة الجزائرية أمس الأربعاء أن استهلاك البنزين ارتفع خلال الثلاث الأول من العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 1.2 مليون و200 ألف طن و2.5 مليون طن بالنسبة للمازوت و350 ألف طن بالنسبة للوقود مؤكدا أن الانتاج الوطني يغطي الطلب وسيعرف فائضة مستقبلا بمجرد دخول مصفات حاسم سعود حيز الخدمة لتتوجه الجزائر بعد ذلك إلى تصدير مشتقات المواد النفطية وكشف المتحدث أن نتائج الاقتصادية لقرار وزارة الطاقة شهر جويليا سنة 2021 القاضي بسحب البنزين من المحطات بدأت تظهر على أرض الواقع حيث أن الجزائر لم تستورد أي لتر من البنزين ننتقل مشاهدين من صحيفة أخبار اليوم إلى صحيفة الوسط والتي تحدثت عن السير بسرعة القصوى لتحقيق الأمن الغذائي بعدما ثبت توجه كل من شركتي كوسيدار وسونتراك للاستثمار الفلاحي إذن نقرأ مشاهدين توجه كوسيدار وسونتراك نحو الاستثمار الفلاحي إذن السير بسرعة القصوى لتحقيق الأمن الغذائي وتحدثت أيضا عن الرفع من نسبة الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تخفيف الضغط على وزارة الفلاحة وأكد مختصون في تصريحات خاصة بها جريدة الوسط على أهمية توجه الشركات الكبرى للاستثمار الفلاحي على غرار كوسيدار وسونتراك في تحقيق الأمن الغذائي والرفع من نسبة الاكتفاء الذاتي وتجسيد التنمية الفلاحية باعتبار أنها تمتلك من القدرات المالية والخبرة التسييرية في مدان التنقيب وإنجاز الطرقات والمسالك ما يؤهلها لامتلاك التكنولوجيا وأحدث الأساليب والتقنيات في مجال الاستثمار الفلاحي وباستطاعتها استغلال مساحات كبيرة خاصة في الزراعة الصحراوية واعتبر الخبير الاقتصادي عبدالقادر بن ريشان التوجه الشركات الكبرى لاستثمار الفلاحي قرارا استراتيجيا يصب في تحقيق الأمن الغذائي والرفع من نسبة الاكتفاء الذاتي في الشعب الاستراتيجية خاصة شعبة الحبوب مع إمكانية التوجه إلى شعبة الحليب وتربية المواشي من أجل تغطية احتياجات السوق من اللحوم الحمراء إذن مشاهدين يمكنكم مطالعة المزيد في هذا المقال الذي ستجدونه طبعا في الصفحة الثالثة من جريدة الوسط وبهذا مشاهدين من الأخبار المحلية ننتقل مباشرة إلى أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية نعم للصحف وأيضا المواقع الإخبارية الوطنية والبداية من موقع النهار أولاين ووزارة الفلاحة تحقق في أسباب فشل زراعة السلجم الزيتي إذ أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إرسال لجنة تحقيق خاصة إلى ولايات الشرق الجزائري للتحقيق في أسباب فشل مشروع زراعة السلجم الزيتي لموسم 2021-2022 خاصة بعدما كثر الحديث عن فشل هذه الزراعة في بعض الأراضي أو المناطق والمزارع المخصصة لزراعة السلجم الزيتي في ولاية قالمة بالتحديد على مستوى الأراضي الفلاحية الخاصة والمزارع النموذجية التي قررت خوض غمار هذه التجربة الأولى من نوعها في الجزائر قصد المساهمة في توفير المادة الخام لزيت المائدة وتخفيض عمليات الاستراد من الخارج وحسب بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الفلاح والتنمية الريفية أمس فإن أو اطلعت عن جريدة النهار طبعا فقد قرر الوزير عبد الحافظ هني إرسال لجنة تحقيق الميدانية تحت سلطة المفتشية العامة للوزارة للوقوف عند الأسباب الكاملة وراء هذا الفشل حيث تعرض فلحوباتنا لانتكاسة وخسارة كبيرة تجاوزت 100 مليون سنتيم في الحقل الواحد بعد عملية احتيالين تعرضوا لها من طرف الجهة التي زودتهم ببذور لا تصلح لزراعة السلجم إذن بعد قلمة مشاهدين الحدث أو الخطب يقع في ولاية باتنا والمشكلة دائما هو البذور ننتقل من النهار أونلاين مشاهدين إلى جريدة الشعب أو الموقع الشعب أونلاين الذي تحدث بالمناسبة عن مجازر 8 ماي 1945 محطة تاريخية توثق وحشية المستعمر هذا ما كثبه طبعا رضا من الله وتحدث قائلا بأن مجازر 8 ماي 1945 محطة تاريخية هامة في مسار كفاح الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي مجازر أحطت بها سياقات وأحداث دولية وخلفية تفسر بشاعة ما اقترفت فرنسا في حق الجزائريين هذا ما أخذ فيه مختصون وباحثون في منتدى مؤسسة الشعب بمناسبة ذكرى حياء هذه المجازر الأليمة في وقتها والموجعة للجلدين كلما حلت الذكرى مجددا وتطرق ضيوف الشعب هذا الأربعاء إلى جوانب تاريخية كثيرة تخص مجازر 8 ماي 1945 والتي استشهد فيها أكثر من 45 ألف جزائري منها ما يخص حاضر الذاكرة الوطنية وضرورة توثيق مرتكبه الفرنسيين في حق الشعب الجزائري بالأدلة من إذن نختم بموقع الشعب أولاين مشاهدين ونتجه طبعا إلى أبرز ما جاء في المواقع الإخبارية الدولية البداية من موقع الجزيرة دوتنات مشاهدين والتي عنونت في هذا المقال آخر الأخبار طبعا المتدولة المتعلقة باقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين طبعا تحت حماية القوات الاحتلال الصهيوني إذن المستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية تدعو للاستنفار في القدسة واقتحمت إذن مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع دعوة منظمة الهيكل الإسرائيلي المتطرفة بدينه إلى اقتحام باحات المسجد اليوم للاحتفال في ذكرى ما يسميه الكيان الإسرائيلي بيوم الاستقلال طبعا وحسب ما أفاد به مراسل الجزيرة بأن أعداد كبيرة من الشبان الفلسطينيين يرابطون أمام المصلة القبلي من أجل تصدي الاقتحامات المستوطنين وقال المراسل الجزيرة في القدس أن ثلاثة مجموعات من المستوطنين اختحمت باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني صباحا اليوم من الجزيرة دوتنات مشاهدنا نتقل إلى موقع بي بي سي عربي وتحدثت طبعا في الأزمة الروسية الأوكرانية وقالت بأن روسيا تنفي تخطيطها إعلان الحرب في التاسع من مايو الجاري ونفت روسيا التكهنات بأنها ستعلن حربا شاملة في أوكرانيا في الأيام المقبلة ووصفتها بأنها كلام فارغ وقد نفت موسكو حتى الآن أنها في حالة حرب مع أوكرانيا وأشارت بدلا من ذلك إلى الغزو على أنه عملية عسكرية خاصة لكن المسؤولين الغربيين توقعوا بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد يستخدموا عرضا أو عرض يوم النصر العسكري في التاسع مايو للإعلان عن تصعيد العمل العسكري في أوكرانيا لكن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إنه لا صحة للشائعات على الإطلاق وننتقل من بي بي سي عربي مشاهدين إلى سكاي نيوز عربية لماذا تخشى أوكرانيا منطقة حظر طيران روسية بدمباس وقلق يتزايد إذن داخل الجيش الأوكراني من قيام روسيا بإنشاء مناطق حظر جوي في منطقة الدنباز لمنع الطائرات الأوكرانية من التحليق بالمنطقة أرجعه محللون إلى أنه يحد من قدرة كييف على دعم قواتها البرية وفقدان السيادة بينما تتحدث تقارير غربية عن تقدم روسي بطيء في المنطقة خشية القتال خارج خطوط الإمداد الخاصة بهم كشفت عن جهود مكثفة لإدخال المزيد من بطاريات الدفاع الجوي وطائرات بدون طيار روسية S-400 فضلا عن الغطاء السحابي المخفض في المنطقة ما يترك الطيار الأوكرانيين معرضين للخطر إذن بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حديث الصحفة لنهار اليوم على أمل لقائبكم مجددا وأخبار ومستجدات جديدة أو إلى ذلك يمكنكم مطالعة طبعا آخر الأخبار على منصاتنا على موقع التواصل الاجتماعي دائما النهار في الريادة والمزيد من الأخبار دائما المشاهدين السلام عليكم